الآن إلى افتتاح سوق الأسهم في رابع جلسات هذا الأسبوع إذن كما نشاهد السوق على تراجعات الآن تقريباً بـ 18 فيما أيضاً نفقد اليوم مستويات 7900 نقطة بعد أن فقدنا بالأمس مستويات 8000 نقطة نشاهد الآن تراجعات تقريباً بـ 70 نقطة 7895 نقطة بالنسبة للمؤشر تراجعات طبعاً في ظل غياب المحفزات الإيجابية بالنسبة للمؤشر بالإضافة بالأمس يعني نشاهدنا هناك ضغط مباشر من قطاع المواد الأساسية وأيضاً قطاع المصارف وبالتالي شاهدنا تقليص للمكاسب بالنسبة للمؤشر منذ بداية هذا العام يعني بالأمس وصلنا إلى 1.17% بالنسبة للمكاسب منذ بداية العام بعد أن قلصناها كنا في شهر مايو عند 20% في ظل دخول المستثمير الأجانب بالنسبة كان هناك شراء أكثر من بيع منذ بداية العام في ظل كان هناك ترقب للترقية بالنسبة والانضمام لمؤشر مورغن ستالي وفوتسي رسل وبالتالي كان هناك إيجابية بالنسبة للسوق شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً لكم